موسيقى قالت ممثلة مصر ياسمين موسى خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إن الإجراءة التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض مشددة على أن حرمن الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب مؤكدة أن إسرائيل تعزيز المستوطنات بهدف تغيير ديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرد سيادة عليها بشكل غير شرعي أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لمشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها مضيفا أن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أن المنظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين داعيا إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنطبحة أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني عن تضرور ودمار كبير لحق بالمدارس في شمال قطاع غزة مؤكدا أن أكثر من ثلاثمائة ألف طالب توقف تعليمهم ويواجهون حروبا مروعة مناشدا بضرورة حماية مباني الوكالة وسرعة معاقبة الاحتلال لخرقه القوانين الدولية للاعتداء على المدنيين وموظفي الوكالة أعلنت وزارة صحة الفلسطينية ارتفاع حصلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر شهيدا وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الفين ثلاثة وعشرين مشيرة إلى ارتكاب جيش الاحتلال أحد عشرة مجزرة في القطاع رح ضحيتها مائة وثمانية عشر شهيدا ومائة وثلاثة وستون جريحا خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي عن موافقة الأعضاء لتطبيق الحزمة الثالثة عشر من العقوبات ضد روسيا موضحة أنها ستكون أكبر حزمة حيث ستتضمن إدراج أكثر من مائتي كيان وفرد في قائمة العقوبات شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسمة توقيع عقد لتخصيص أرض مشروع بمدينة الشروق بإجمالي ثلاثمائة مليون جنيه موضحا تخصيص خمسة وستين في المئة لإقامة نشاط عمراني وخمسة وثلاثين في المئة لإقامة نشاط طبي تعليمي اشتركوا في القناة